بعد مدها بالنفط طهران ترسل سفينة محملة بالأغذية إلى فنزويلا في تحدي مستمر للعقوبات الأمريكية وبزعم أن حمولة السفينة مخصصة لافتتاح أول سوبرماركت إيراني في كاركاس لتوطيد علاقات البلدين الناقلة غولسن وصلت أمس الأحد إلى ميناء لاغويرا الفنزويلي حيث انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني منتصف مايو الماضي وتأتي هدية طهران لفنزويلا بافتتاح متجر للمواد الغذائية في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني الفقر والجوع بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وندرتها في ظل انهيار العملة المحلية لأدنى مستوياتها الرئيس الإيراني حسن روحاني حث في جلسة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المسؤولين على مضاعفة الجهود للسيطرة على السوق وعدم السماح بالتذبذب الأسعار بالشكل الذي يخلق المشاكل للمواطنين على حد وصفه في الأسابيع الأخيرة زادت الاتصالات السياسية بين طهران وكاركاس ونتج عنها إرسال إيران خمس ناقلات للوقود الذي تفتقده فانزويلا بسبب الحظر الأمريكي إلى أن تقارير إعلامية تحذر من دور مشبوه لهذه العلاقة إذ يقول المراقبون إن كاركاس تعد جسرا لشبكات واسعة من تجار المخدرات والأسلحة المرتبطين بالميليشيات التابعة لإيران خاصة حزب الله اللبناني نوال عياض العربية